بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة حلقة جديدة من الموضوع بتاع اليمين الامريكي ويمكن هنعرض النهاردة نوع من أنواع اليمين اللي بدأتكلم فيها عن تأثيرات الدينية بصورة صريحة أنواع اليمين كتيرة قلنا فيه أنواع يمين بيبقى منطلق من منطلقات عنصرية علمانية وفيه منطلقات عنصرية دينية النهاردة هنجيب نوعين من أنواع منطلقات العنصرية الدينية منطلقات دينية مسيحية ومنطلقات دينية اسلامية وده حيبقى الجزء التاني النوعين اللي احنا حنبدأ نتكلم عنهم اول نوع منهم هو القومية المسيحية او الهوية المسيحية بصورة افضل يعني لان حنتكلم عن القومية الارية الهوية المسيحية دي ظهرت في السبعينيات وكانت الظروة بتاعتها في الثمينات وتسعيات السبعينيات برضو هي من الستينيات موجودة ومن قبل كده كانت موجودة لكن الصعود بتاعها بصورة واضحة كان في السبعينيات في نهاية السبعينيات وكانت الظروة بتاعتها التمينات والتسعينيات وده كان التمينات والتسعين دي كانت عصر مواجهة بين اليمين والدولة الامريكية بعد عصر مر في الستينيات اول السبعينيات كان فيه تعاون امني ما بين اليمين الامريكي وما بين الجماعات وما بين الامن الدولة الامريكي اللي هو الاف بي اي او الاجهزة الامنية الامريكية ودي حاجة بيكفل عنها البعض في تاريخ البيونزور للامر من بعيد في مرحلة يا جماعة في تاريخ امريكا في الستينيات الخمسينيات والستينيات ومن قبليهم يعني بين جون بيرش والحاجات دي وباري جولد ووتر والحاجات بتاعت اليمين والمحافظين كانوا موجودين لكن احنا نتكلم على في لحظة من اللحظات خاصة في الستينيات ومطلع السبعينيات كان في تعاون حقيقي ما بين اليمين الامريكي العنصري الصريح واجهزة الامن وفي اجهزة الامن امريكية عملت كمان بنفسها هي عملت احدى الجماعات بيذكرها في كتابه هزي الجماعة كانت بارهابية وتروح تقتل ناس او تعتدي على ناس من اليسار وكده ودي كانت بتابعة او اللي انشأها جهزة الامن الامريكية فكون ان هم تعاون ما بين اليمين الامريكي في هزا المرحلة كان تعاون كبير ما بين اليمين الامريكي والعنصري ما بين الاجهزة الامنية في القضاء على الحركات اليسارية اللي كانت ناشئة ومنتشرة وبتصعد في الوقت دوت والتطرفات بتاعة الحركات اليسارية كانوا بيقضوا على هزي الحركات بالكامل ان فعلا كان اجهزة الامن بتشتغل مؤامرات على اليسار زي ما اليسار بيتأمر عليها كمان عمال ما تعمل مع مؤامرات وتتعاون وتصنع حاجات مع اليمين الامريكي لضرب اليسار الامريكي وكمان حاجات بداخل اليسار الامريكي لفاصل اليسار الامريكي عن بعضه البعض. فالاجهزة في هذا الوقت في الستينيات شهر العسل ده مع منتصف السبعينيات هيبدأ ينتهي وهيبدأ فيه صدامات ما بين الدولة وما بين اليمين الامريكي خاصة بعد التصاعد بتاعه. وهيكون انتشاره هيكون في الولايات بتاعت وسط وغرب امريكا الولايات اللي طلع فيها وحاليا في الولايات الامريكية الهوية المسيحية الكريسا ايدنتيتي بالذات. يقولك ان عددها ما يقلش عن خمسة وعشرين الف خلاص هي خافتت. دي كانت في السبعينيات والتماينات والتسعينيات الزروة بتاعتها التماينات. وبدأت في التسعينيات تنزل شوية شوية لغاية لما تنتهي في نهاية التسعينيات لكنها مش معنا عدد الناس المؤمنين بها في امريكا صراحة الخفصة وعشرين الف يعني مش مؤسسة لا هي تعتبر احد اكبر القصص الايدلوجية اللي في كتير من العنصرين البيض بيقوموا عليها وبيقومنوا بها الى هذا اليوم وحتلاقيها متفرخة ودخلة في جماعات كتيرة جدا وحنضرب بها مثال من احد الجماعات النهارية طيب بيقومنوا بايه ليه اتكلمنا على ان دول احنا بنتكلم على لهوت عنصري يعني ايه لهوت عنصري يعني هم عندهم ايمان خاص معتقدات دينية الامر مش زي الحاجات التانية اذكار عن العرق الابيض عشان ثقافته مش عارفي لا 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 عندهم معتقدات دينية وايمان ديني كامل مبني على المسيحية ومسجه بالعرق والعنصرية تمام الجزور بتاعتها هي في حركة كانت موجودة في بريطانيا اسمها بريتش اسرائيلزم او انجلو اسرائيلزم ايه البريتش اسرائيلزم دي؟ دي كانت حركة دينية انتشرت في بريطانيا وفضلت تتصاعد من القرن الستاشر لغاية لواصلت الزروة في نهاية القرن التسعتاشر والحركة دي بتاعزعم ان البريطانيين الانجلوساكسون دول هم الاسرائيليين الحقيقيين سواء لغويا او عرقيا او وراثيا هم دول السلالة الحقيقية للقبال الاسرائيلية اللي كانت موجودة فهم الانجلوساكسون هم شعب الله المختار الحقيقي دي كانت نسخة بريتش اسرائيلزم دي والانجلو اسرائيلزم كانت نسخة متواجدة ومنتشرة في انجلترا وكان لها مفكرين ولها ناس كتبوا عنها كثير في هذا الامر والنسخة الامريكية بتاعتها طبعا ان امريكا بقى هي ارض المعاد وهي مسألة ارض المعاد وانها اسرائيل الجادية دي مسألة من يوم امريكا اتعمل دل في بعض الحاجات يقول لك من قبل ما امريكا اتعمل وامريكا كانت بيبقى فيه كلام عن هذا الامر في كتاب اديولوجيز اوف امريكا امريكا فورين بولسي في هذا الكتاب هتلاقي بيذكر الكاتب في الاول ان في امريكا كانت فكرة من قبل هو ان كان ينقل عن حد تاني بس بيكلم عن نفس الامر ان امريكا كانت فكرة من قبل ما اتعمل اصلا فكرة اسرائيل الجديدة دي من اول ما اتعملت وهي مدينة على التلة او المدينة الموجودة على التلة لو التلة دوت هو والعالم وبتاعه والخراب فالمدينة العليا اللي فوق التل ده هي امريكا فالنسخة الامريكية لها تغيرات غير شوية في النسخة الاسرائيلية البريطانية دي المجز بتاعها هو ان قبل ادم وحواه في نظريتين جوه بس حنتكلم عنهم ان قبل ادم وحواه كان فيه اجناس وحشية غير ادمية من هزي الاجناس جات الاشكال اللي بتشبه البشر دي خاصة الافرقى السود ودول وحوش مش بشر حقيقيين ليس لهم علاقة بالعائلة البشرية يعني دول وحوش واشباه بشر تمام طيب اصل اليهود ايه في نظريتين في اصل اليهود النظرية الاولى نظرية البزر المزدوجة ايه النظرية دي بيقول لك النظرية دي بيقولوا ان ادم وحواه دول كانوا ابناء اولدوا هبيل وده الابيض اما حواه فاغواها ابليس وزن فيها وولد منها قابيل اللي هما بسموه قاين ده قابيل ده هو ابن الشيطان اللي قتل هبيل ومنه جاءت الاعراق غير البيضاء الشرير ومنهم طبعا اليهود النظرية التانية ابناء عيسو ان يعقوب اخذ هذه البركة من اسحاق واسحاق ما كانش شاف كويس فغلت وحطت ايده لما يحطها على عيسو رح حطتها على اسحاق واسحاق قال لا بس مش عارف ايه فهو يعقوب خد الحاجة دي فهو اللي خد البركة فابناء عيسو دول هما اليهود الموجودين المعاصرين اما ابناء يعقوب اسرائيل الحقيقين فليسوا اليهود المعاصرين اليهود المعاصرين دول احفاظ عيسو لا اسحاق لا يعقوب وعيسو بقى حقه في خلافة والده والبركة اللي اعطاه الرب لابراهيم ونسله تمام بعد ما انقسمت مملكة اليهود لجزئين المملكة مملكة اليهود برضو فيه حاجات لازم نشرحها او نعدي عليها بسرعة مملكة بانو اسرائيل انقسمت بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام انقسمت لجزئين مملكة شمالية اسمها اسرائيل وجنوبية اسمها يهوزة لما حصل الغزو الاشوري مملكة الشمالية اسرائيل دي اتأثرت وتشتتت اما المملكة الجنوبية يهوزة ده نجا النقاء بتاعها الى حد كبير النسخة البريطانية بتقول ان هم دول اصل اليهود المعاصرية تمام اما النسخة الامريكية فتشوف ان ابناء يهوزة اللي هم حافظوا على النقاء بتاعهم هم البريد اللي بيعيشوا في شمال اوروبا طلعوا وعاشوا في شمال اوروبا اللي هم خاصة اسكوتلندا والمانيا والانجلترا وبلاد الشمال هم شعب الله المختار الحقيقي وهم الكيلت والجرمان والانجلوساكسون وباقي الشعوب البيضة اما الشعوب الاخرى دي لا دول الشعوب من اول جنوب اوروبا لباقي الشعوب ليست هذه هي شعوب تمثل شعب الله المختار تمام كده يعني النظرية كده واضحة انا عارف ان هي النظرية فيها ابكار قلنا ان في نظريتين دلوقتي لاصول اليهود النظرية الاولى ان اصول اليهود اتهموا ستين حقواء عليه السلام بالزنا وان من زن فيها هو ابليس تمام فاغواها ابليس وزن منها وولد منها قبيل وجاء من قبيل اعراق البيضاء جاء ببيضاء الاعراق الشريرة وجاء منها طبعا اللي هم اليهود خاصة وفيه النظرية التانية ابناء عيسو ان دول لا دول بيقولوا اليهود المعاصرين دول ان احنا شعب الله المختار وان احنا ابناء يعقوب اما لا احنا ابناء يعقوب الحقيقيين هم الكلت والجرمان والانجلوسكسون اللي كانوا قبال يهوز تمام مصدقين الغباء ده اه مصدقين ده كتب انت حتلاقي كتب في هذا الامر فيه كتب لطيفة ولزيزة جدا في هذا الامر اه طيب اصل السود فيه كتاب كان اليمين الامريكي او الهوية الامريكية الهوية المسيحية تحديدا اتأثرت بكتاب مهم جدا لتشارلز كارول الكتاب اسمه نيجرو الزينجي وحش اما على صورة الله الكتاب ده هو بيقول البحث في علاقة الزنوك بالعائلة البشرية هو بيقول ان البشر دول عائلة وان الزنوك دول مش ممكن يكونوا يعني بشر هو الكتاب طلع سنة 1900 وبيعتمدوا في حاجات تيرا على هذا الكتاب هو بفيه كتاب ده بيشايف ان السود ليس من بني ادم اصلا الكتاب ده بالمناسبة لازال بيباع لازال موجود عشان حتلاقوه يعني فيه برضو دخلت امازون لقيت فيه نسخة من هذا الكتاب موجودة ما عرفش بقى منعنا دلوقتي لكن هذا الكتاب حقيقي على الاقبال موجود في حاجة في امازون ومعمول طبعة جديدة وبتاعي يبقى لازال يباع هو شايف ان السود ليسوا من بني ادم اصلا دول الناس ما عندهمش اخلاق ما عندهمش اخلاق وما عندهمش روح انسانية زي البشر واشكالهم قبيحة فبالتالي ازاي انتو تقولوا دول البني ادم صنع على صورة الله صورة الله هنا اخد بالك هي الابيض الانجلساكسوني حصريا يعني فالصورة الابيض الانجلساكسوني هي دي الصورة الجميلة الانسان اللي شكله جميل هو دوت الصورة الله اما السود فازايتو انتو تقولوا دول انسان والانسان المفروض صنع في احسن تقويم وعلى صورة جيدة وعلى صورة الله ويكون شاكلهم قبيح بهذا الشكل وما عندهمش روح اصلا وما عندهمش اخلاق فدول المجرد وحوش خلقها الرب قبل ادم فبالتالي صلاتهم بالعائلة البشرية لايس لهم علاقة بالبشر البشر هم ابناء ادم هم البيض بصور رئيسية كارول شايف ان نظرية التطور والالحاد اللي اتنين مع بعض ده بيقولك جابس ليه طلع نظرية التطور والالحاد والحاجات دي قال دول جامل بسبب اختلاط الاعراق النظريات الخبيثة دي ما كانتش ممكن تطلع وتعاد الرب الا بسبب ان الرجل الابيض اختلط بصورة بالاعراق الاخرى الادنى وتلوس بهذه الاعراق طيب الحل بقى مع اختلاط الاجناس ان احنا نعمل ايه الاجناس اللي بتتزوج مع بعضها او واحد ابيل تتزوج سوداء او واحد اسود يتزوج بيضاء او بقى اي حاجة بقى حط معاك واحد شرقي يتجوز واحدة بيضاء او اي حاجة من الاعراق ما احنا خد بالك احنا بالاعراق القريبة من الاسود يعني بالنسبة لهم فكل هزي الاعراق ده اختلاط اجناس ويقولك الاختلاط بيبدأ من نوعين من اول اختلاط ان انت توعد معاهم اصلا تجالسهم او توعد معاهم او تخالطهم فده بيبدأ الاختلاط من هنا وبيبدأ الشر من هنا لدرجة بقى ان يوصل بقى للجنان بقى الرسمي اللي هو الزواج بقى ده بقى يعني كمة الجنان الرسمي ان ممكن حد يتزوج حد كلمنا في حالة العراق عن هذا الامر وعرضناه كذا مرة المؤمنين بالهوية المسيحية تحديدا بيشوف ان في حالتين ان الناس اللي بيعملوا اختلاط اعراق خاصة الزواج بيقول لك ان في حال ان العزل ان احنا نعزل ما ينفعش عرق ابيض الزواج من اخر ودي حاجة باطلة في مجموعة تانية شايفة ان الزواج ما بين الاعراق وحد من العرق الابيض اللي هو على صورة الله وهم ورصة وهم البشر الحقيين وابناء ادم حقيقيين ان دول يتزوجوا حد تاني دي بتصل انها في نفس او تاخد حكم جريمة اللوطية الاثنين هم جريميتان في حق الرب البعض بيرى ان يعقب اللوطية والزواج ما بين البيض وغيرهم ما ينفعش يكون غير الموت لان ده سلك منحرف ليس من عند الله وعليه ده تصرف وحشي وهمجي يجب استقصال هذا التصرف زي ما بنستقصل الهمجي اللوطيين يبقى نفس حكم اللوطي لان ده زواج ليه اللوطية حرام لان ده زواج لا يرضى عنه الله يبقى برضو الزواج اللوزي لا يرضى عنه الله ان واحد اسود او واحد ابيض يتزوج واحدة سوداء رؤيتهم بقى للحكومة الامريكية والمتحدة والمصارف واساسات المالية الامريكية والعالمية هم شايفين ان الحكومة الامريكية ده منظمة قومية في اطار بتشتغل في اطار مؤامرة عالمية منها الامم المتحدة والمصارف واساسات المالية كل ده بيساطر عليه اليهود بيهدفه لتدمير الوطن الأمريكي الأبيض العظيم فالرؤى الثورية بتاعته من الحل المتاح هو الحالي هو أن نعادي الحكومة الأمريكية بيصفوها بحكومة الاحتلال الصهيوني وعليه كانت عندها تأثير في حركة تانية الرؤى الثورية دي حركة بوسي كوميتاتوس البوسي كوميتاتوس دي يعني مش هنعرضها النهاردة بس هنعرضها في وقت ضحق باختصار شديد هي حركة بتزعم أن الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية ليس لها سلطة تصل إلى درجة أنها تروح تاخد من واحد أرضه هي شايفين أن أمريكا انشئت عن الحرية وعلى الليبرالية وعلى 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 المهم أننا دلوقتي كل واحد عنده عمضة المقاطعة بتاعته وهو ده على سلطة ممكن تتكلم عنه إنما فيش حاجة اسمها سلطة ولاية أو سلطة قضاء الولاية أو سلطة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة نفسها لا كل الكلام ده لا يعترفوا به وبيقولوا إن دوت اعتداء علينا وفيه بعض حاجات للبوسي كوميتاتوس إن احنا حنشين السلاح لو حد قرب من الأراضي بتاعتنا إحنا مواطنين أصحاب السيادة والحاجات دي كلها تمام فرؤيتهم من الحكومة الأمريكية إنها فيه رؤية معادية وزي ما قلنا دي كان له تأثير في هذا الأمر بوسي كوميتاتوس كانت موجودة من قبل الحركات دي وكانت ناشطة لكن تأثرت بها تأثير كبير جدا ونفس النشطات أحيانا بتلاقيهم هنا هم نفس النشطات هنا في بعض الأحيان طيب رؤية نهاية العالم شكله عامل إزاي هم شايفين بقى دي الرؤية الثورية الحالية إن احنا نحاول نسيطر على العرق الأبيض وحطبعا حيبقوا متأثرين جدا 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 بيوميات تيرنر اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي بتحكي عن الإبادة للأعراق الأخرى فيه رؤية بيمزجوا بينها إن فيه حاجة اسمها للاختطاف الاختلاف دي عندنا إحنا كمسلمين مؤمنين بيها في العقيدة المسيحية وعندنا إحنا كمسلمين إن قبل يوم القيامة حييجي إن الأرواح المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى حيأخذ أرواح المؤمنين فتقوم القيامة على شرار الخلق هما عندهم بيسموها الاختطاف أو إن الأرواح ديها حتتاخد بدون ريح تمر وتخرج وتأخذ الناس إن هما الناس هتختفي المؤمنين هيختفي وهم لا يقول لك لا ده مش هيحصل يعني في المجموعة دي بتاعة الهوية المسيحية بيخالفوا غيرين من البروتستانت في أزر أمر إن يقول لك مش هيحصل اختطاف حتحسن وجهة في أرماجدون بين المؤمنين واللي هيكونوا هنا المسيحيين المؤمنين الأنجلوساكسون أو الأعراق البيضاء اللي هو العرق الأبيض بشكل عام والكفار اللي هيكون الأعراق دير البيضاء اللي هيكون رؤسهم طبعا سواء الوحوش اللي هما السود والناحية التانية اليهود اللي هما برضو أبناء الشيطان فأبناء الشيطان دول اللي هيقودوا الوحوش اللي هما السود وما بين اليهود والسود بقى من الأعراق المتخلفة والمعتوها والمدجنة زي الأعراق زي حالتنا بقى العرب وغيرهم والأعراق والصينيين والهنود وكل دول في ما بين اليهود والسود يعني كل دول حيبقوا الكفار اللي حيحربوا العرق الأبيض الذي يمثل المسيحية وحينتصروا في هيرماجدون وحيحصل للكفار إما إبادة أو يتحولوا إلى عبيد لهم في مملكة سموية المسيح نفسه حينزل يحكمها فهو المسيح لما حينزل اللي هو الرب نفسه في نهاية العالم حيكون بينصروا العرق الأبيض ويقتل الأعراق الأخرى اللي كانت موجودة أو يخليها عبيد لهم طبعا بيعشاؤوا رواية يوميات تيرنر لأن في الرواية دي اللي بيستعيد البيض أمريكا وسيادة العالم كله يتم إبادة الأعراق الأخرى وعلى رأسهم السود واليهود وخاونة العرق اللي هم الناس البيض اللي بيخونوا العرق الأبيض اللي تسهلوا مع السود أو اليهود أو المسلمين أو غيرهم من الأعراق الأخرى أو إن إما إبادة إما يرجعوا لمقامهم إنهم يكونوا على الأقل العبيد وحيتم استخدام الأسلحة النووية لضرب الأعراق الأخرى وعشان تعرف مقامها تمام؟ فده باختصار الهوية المسيحية واحدة من رحم الهوية المسيحية حيطلع المثال اللي احنا هنجيبه عليها احنا هنجيب الهوية المسيحية ومثال لها المثال بتاعها هو الاريان نيشنز أو الأمم الآرية ده منظمة بتؤمن بالتفوق الأبيض بشكل عام وتعتبر من بنات الهوية المسيحية مباشرة مؤسسها ريتشارد باتلر وده كان طبعا من أتباع الهوية المسيحية وكان يعتبر ماسك الكنيسة بتاعتهم وحنتكام عنه حالا الصعود والزروة بتاعتها كانت في التمينات وكانت يعني هي اتعملت في نهاية السبعينيات وكانت في التمينات الصعود والزروة وكانت أقوى منظمة أمريكية للعنصريين وتجمعاتهم تجمعات بقى للعنصريين كله النازين الجدد الكوكليكس كلان الحاجات دي كلها كل ده ومنها خرجت منظمة شيئة التطرف والإرهاب من الاريان نيشنز وهي منظمة تسميها زا أوردر مرة حنتكلم عن زا أوردر دي لأنها ضربت كتير في أبن الأمريكي والأمن الأمريكي يتواجهها بعنف وعملت اغتيالات وكانت يعني كانت زا أوردر دي قصة بتعتبر أكتر حاجة متطرفة في تاريخ اليمين الأمريكي والغاية لما قاتلوا بتاعتها كان المساعد بتاع ريتشارد باتلر قبل ما ينفصل عنه انتهت إزاي هنحكي عنها بس هي انتهت في مطلع الألفية بسبب دعوة قضية رفعت عليها أنها أرغمتها أنها تبيع المجموعة والأصول بتاعتها ثم ريتشارد باتلر اللي هو عمل المجموعة دي خذباكم فيه اسمين مهمين جدا دايما حيتذكروا ريتشارد باتلر وديفيد ديوك ده بتاع الكوك لوكس كلان الأسماء دي مهمة جدا في النصف التاني القرن العشرين في الحركات اليمينية ريتشارد باتلر في 2004 حينهي حتنتهي حيموت فتنتهي بسرعة عملية وتخرج من مشهد كمنظمة لصيح كيانات أصغر أخرى طيب ريتشارد باتلر بقى ده هو قصته هي تقدر تعتبرها هي قصة الاريين نيشنز أو الأمم الآرية ده كان قبل إنشاءة الأمم الآرية كان زعيم لكنيسة الهوية المسيحية في أمريكا فهو طبعا واضح جدا هو كان زعيم أو الوزير الحاجات دي الوزير أو زعيم الكنيسة دي اللي هي بتدعو الهوية المسيحية اللي إحنا نسا بالكلمين عنها وكان معجب جدا بعده في هتلر وشاف إن الحل الحقيقي عشان ننشئ حضارة بيضاء إن مش هيكون في الوقت الحاضر إلا بحل واحد فقط هو إن إحنا ننشئ وطن قومي أضيض في شمال غرب أمريكا الولايات المطلة على المحيط الهادي أو شمال أمريكا شمال غرب شمال غرب منها بقى ولاية واشنطن والتداخل لغاية مونتانا ده بيعتبر الجزء الوحيد من البلاد اللي فيه بيخلوا من أعداد كبيرة من السود والأقليات الملونة وغير المسيحية بالمناسبة إلى هذا اليوم هذا الجزء يعتبر أقل من المقرنة بحاجات تانية مونتانا مثلا كنت قرأت عنها تقريبا هي أقل للولايات اللي فيها سود مونتانا باتلر راح في الولاية دي في أيضا وعند هايدن ليك أو بحيرة هايدن عمل بالقرب منها عشرين فدان اشتراهم وعمل كنيسة ومن الكنيسة دي طلعت أو برزت بوسي كوميتاتوس بصورة أكبر بس لها توجهات أخرى بقى وراحت في سكة تانية وهو أنشأ الأمم الآرية أنها تكون زراع سياسي للجماعة دي وللهوية المسيحية وكان خلى العشرين فدان دول أصبحوا عاصمة فعلا حتشوف بعد كده حتبقى عاصمة للعنصرية البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هو بالمناسبة أنا مش عايد نكون مش على الحتة دي أيضا هو في الولايات الشمال الغرب أمريكا يعني هو فعلا رايح في الحتة يعني عايز يبدأ منها كتكون عاصمة لهذا المكان حصل تفجير لكنيستو في وقت مبكر فحصل الأرض بتاعته ببرج حراسة ونشر حراس مسلحين في الأرض كلها والمقر بتاعه في بحيرة هايدين ده أصبح أكبر مجمع المنصرين الأمريكيين اللي كان بيصدرهم بصورة دائمة وكان بيعمل مؤتمر سنوي سماء المؤتمر الآري العالمي وده كان بكعبة الحج بتاع كل المتطرفين البيض في أمريكا قاعد عشرين سنة على هذا الأمر كل سنة لكل المتطرفين يروحونه بقى الكوكليكس كلان والنيو نازي النازيين الجدد وكله لازم يروح حتى لو في خلافات ما بينهم وكل حاجة بس لازم يحجوا لريتشارد باتلر ده وهايدين ليكي سنة التسعة وطمانين باتلر نظم احتفال كبير جدا في عاصمته في هايدين ليكيي بعيد ميلاد أدولف هتلر أو بمرور مئة سنة تقريبا وهي كان بمرور مئة سنة على الأدولف هتلر وعمل حاليكو الرؤوس دول بيحلقوا رأسهم مش كلهم طبعا بنفس العنصرية لكن مشهورا في أمريكا ان هم بيعملوا النيو نازي النازيين الجدد دول ودول عملوا حفلات كبرى في المقار بتاعهم واستعمالوا موسيقى موسيقى ليه موسيقى معينة مشهورة كده ويمكن بعض حتى انتو بتشوفوهم يعني برضو هو كان بيستعمل سوقك الدراجات النارية وحاجات زي كده بتشوفوهم في بعض الأفلام الأمريكية اللي من يشاهد الأفلام الأمريكية حيلاقي أو عارف الثقافة الأمريكية بيقول لابسين جواكة جلد كده ودايما عندهم عضلات كبيرة وكتير منهم يبقى عمل العلامة نازية وبيسوقوا موسيقى معينة وبيحطوا بتاع اسود كده على رأسهم وندرات سودة وده لهم مشهد كده منظر معروف جدا حاليكون رؤوس ده بالموسيقى بتاعتهم بكل حاجة في هذا الأمر النازيين في منهم علمانين وأغلبهم علمانين بس في نازية برضو دخلة دخلة الأمر دخلة بتوجهات مسيحية في من النازيين اللي بيروا ان المسيحين نفسهم أمر يعني وده يمكن قد يكون أكثر انتشارا في النازيين النازيين الجدل طبعا حيبدأ باتلر ياخد ضربات من منتصف التامينات لغاية التسعينيات ونهايتها المساعدي بدأ يتورطوا في جرائم عنصرية وقتل وفي منظمة زاوردرب نحن نتكلم دي مولودة صراحة مساعد وكان فيه مساعد عنده اسم بوب ماسيوز استقل عن ريتشير باتلر وعمل هذه المنظمة وكان شايف ان العرق الأبيض ده حينقرج بسبب الهجرة وبسبب ارتفاع معدلات الموليد الأقليات وهو كان متأثر جدا برواية يوميات تيرنر بوب ماسيوز دول فقرر ماسيوز ان هو يشعل حرب ضد الأعراق الأخرى واليهود في أمريكا وقتل واحد مزيع يهودي مشهور جدا فعلا وكان حرب عايز يعمل يوميات تيرنر تحصل في الحقيقة فطبعا كان حاجة شغلة متهم بوب ماسيوز ان انت اللي ربيته وانت اللي طلع من تحت ايديك يا ريتشير باتلر ومن تحت ايدي الاريان نيشنز دي وطبعا التاني بيتبرق انا مال انا بالعاملات اللي هو بيعملها انا ماليش جاعه بالكام ده كله لكن طبعا واحد مساعد تاني يكون عامل مصيبة واحد مساعد تاني ضرب نرع على مش عارف مين واحد الناس كانوا هنا راحوا عملوا كذا احداث عنصرية عما تحصل في امريكا كله يقول لك فين يروح يقول لك هنا مقر المؤامرات ده فهو كل الدربات دي وصلت للزورة في نهاية التسعينيات لما واحدة وبنتها كان دخل على المكان فهم انصر ريتشير باتلر افتكروهم ان هم جايين بيهجيموا عليهم فقعدوا يضربوا فيهم زنقوهم وقعدوا يضربوا فيه هي وبنتها وطلعهم كانوا على وشك انهم حيموتوا من الدرب يعني من حاجات اللي عملوها التصرف اللي هم عملوه فطلع الام وبنتها وبعد كده رفعت قضية بقى عليهم ان انت لا بتهرك بقى انت المكان منظمتك دي محرضة على عنصرية ومقر المؤامرات اللي عم بتحسن في امريكا طوال العشرين سنة اللي فاتوا وانتهت القضايا دي بان اتحكم على ريتشير باتلر على المنظمات المنظمة بتاعته بغرامة عدة ملايين من الدوارات وكان الفشل ان هو يدفعها ان لما يبيع الاصول بتاعته طبعا من ضمن الحاجات اللي حصل في بيع الاصول ان هو كان عنده وقلنا في هايدن ليك كان عنده الكنيسة اللي هو بيعتبرها دي كنيسة الهوية المسيحية والبرج بتاع الحراسة فكان فريق مكافحة الحرايق وهو بيتدرب اخطأ اخطأ وحرق البرج الحراسة وحرق الكنيسة فراح اقيل له وعارفين انت راح اقيل له سوري يعني احنا اسفين حرقنا لك الكنيسة وبرج الحراسة بتاعتك عشان طبعا الحكومة الامريكية بتستاهدل طبعا حاجة من مؤامرات الحكومة الامريكية اللذيذة اللي بتعملها وتقول لهم معلش دا احنا اسفين جدا حرقوا لك انت وانت عندك اصلا كمان لو انت مضطر انت عليك قضية كمان حتضطر تدفع الفلوس وحدبيع الارض بتاعتك وده اللي حصل فعلا يمكن انا عندي من تصريح من حاجات اللي كنت قريتها من نص التصريحات كتيرة في منظمة اعضاء الامم الارية تصريح لتين بيشوب ده رئيس امن الامم الارية كان بيقول وركز في المقولة بتاعته دي كان بيقول ان احنا نحارب الاجهاض طوال الوقت لكن انا ضد اجهاض العرق الابيض النقي اما بالنسبة للسود وغيرهم من الاعراق فالاجهاض فكرة جيدة يعني يجهدوا حلو حلو كليهم يجهدوا جماعة دي حاجة عظيمة جدا احنا نحارب بس الاجهاض بتاع العرق الابيض هو ده اللي يهمنا وده برضو يدعم الفكرة اللي احنا تحدثنا عنها قبل كده بسألت ان هم محاربة البيض الامريكان من منظمات سواء المحافظة او اليمينية في امريكا للاجهاض لللوطية لكل حاجة هو صدقني محاربة للعرق الابيض اني ما يحساش في الحاجات دي كلها انما بالنسبة لهم يكشتوا لعنتك كاعراق اخرى سواء عرب مسلمين اي حاجة امنيت حياتهم انه كلكم تجهدوا وتختفوا من على وجه الارض وانهما يعقموكم وانهما يضربوكم الناوي وانهما يبقى فيكم لطيين هما دي امنيت حياتهم يعني اساسا يعني فالمسألة دي ده من احد يعني واحد من الاعتراضات الكثيرة جدا اللي انا بقولها للاخوة في مسألة اللي يقولك احنا معجبين بفلان اليميني معجبين بفلان في حاجة تانية قبل ما ننهي الموضوع اليمين ده في حاجة تانية مهم جدا ان انتوا تعرفوها اليمين الامريكي بداية من التقية حيبدأ يشتغل بها من امتى تقريبا من من قبل جون بيرش اصلا من من التاعتينيات ده المهم ان كان من بدري ايه بقى اللي حصل ايه اللي هم تكلم فيه وسرحت معه شوية بصوا جماعة النظامات اليمينية في امريكا كانت شايفة ان احنا النظريات دي مش هنعرف ان نعمل ترويج لها وخاصة لما كان مع باري جولدووتر ده كان يعتبر ابو المحافزين الامريكيين وكان يطالع وصاعد ويدعموه لكن في الحزب الجمهوري وحصل ان بقى فيه هو باري جولدووتر ومجموعة معاه شافوا ان لا يا جماعة المتطرفين او مش هنعرف ناخدهم ما ينفعش يبقى عندكم خطاب متطرف في هذا الامر بهذا الشكل لازم تعتدل في الخطاب فبدأ يبقى فيه تقية وبدأ يبقى فيه كلام كتير يبدو ان هو اه يا جماعة احنا عايزين احنا اه كامل انتو فاهمين نغاط ومش فاهمين نغاط دي تقية من اليمين الامريكي ومن المحافزين الامريكيين شغالين عليها من الستينيات انما هم فعلا بيؤمنوا بايه اللي انا بقوله لكم الاغلبية العظمى الكلام بتاعهم والنقاشات بتاعتهم الايمان ان العرق الاعرق دي اعرق قذرة ولا بد ان نتخلص منها ويكشي ولعب جاز والحاجات دي كلها دي الافكار اللي بيؤمنوا بيها الاسية هم ما عملوش اكتر منطقية مش اكتر يعني فيه امثلة برضو ومش حنتعرض لها النهاردة بس مهمة فيه منظمة اسمها جيش الرب كان دي منظمة عملت عشان تعتدي وتقتل الاطباء اللي بيعملون لعملات الاجهاض لكن الامن الامريكي وجهها طبعا ضربها بسرعة وفيه منظمة تانية وهي الاقوى والاهم يمكن جيش الرب دي حاجة يعني عابرة الحاجة الاقوى هي منظمة مجلس المواطنين المحافزين دي مهمة جدا ودي لسه لها تواجد الى هذا اليوم دي بتدعو المنع الزواج بين الاعراق وقاعد التمييز وعلى مخلط الثقافات بينها وبين بعضها فيه حاجة ان يا جماعة عايزي نحافز على الثقافات عشان كده الخطاب فيه خطاب عنصري موجود الخطاب ده سهل ان انت تخدع به ان الخطاب ده بيشجعك ثقافيا ويحاول يقنعك ويبقى ماشي معاك ويقولك ايه لا على فكرة اخد بالك يعني احنا منحترم ثقافتك وكل حاجة وان احنا لازم فيه فعلا ثقافة بيضاء يا جماعة ما تفردوش الثقافة بتاعتنا على حد هما فيه الخطاب ده يبدو يبدو ليك ان ده خطاب بيحترم الثقافة بتاعتنا هو انما في الحقيقة المنظور الامريكي هو شايف ان ان الصح لا الثقافة البيضاء دي بتاعت البيض الثقافة البيضاء دي بتاعت البيض فقط ما الناس جعلوا خالص بالثقافات بتاعت الحاجات ده لديك ناس ناس تانية حقيرة اخيرها تتبع وتحاول تقلد لو عرفت بس لا فيه ناس يقولك لا دول ما يتبعوش دول ثقافات وضيعة لازم نحترم الثقافات دي الكلمة احترام هي في الحقيقة ان هو بيحط فاصل ما بينا نكون بينه يعني ايه نحترم الثقافات نرجع بس للحتة او نقف عن الحتة دي شوية بص جماعة في حد هل فيه ثقافة عالمية او مفاهيم عالمية هي صحيحة وتعتبرها فطرة وهي الحق فوق كل البشر اللي بيسموها اممية او حاجة ان انت تؤمن ان فيه حاجات لابد ان يؤمن بها كافة البشر وان فيه ثقافات دي تكون صح عند كافة البشر وان كافة البشر اولاد ادم وانه يعني ممكن يعتنقوا دين وتكون انت هو ما فيش فرق ما بينكم الا بهذا الدين والتقوى واتباع هذا الدين تمام الاحترام كعازل وفاصل الله ينور ايه الفكرة دي الفكرة انت هل انت احنا كمسلمين هل مؤمنين ان فيه ثقافة اسمها ثقافة بتاعة كذا اقوام معينين والثقافة دي بتاعة الاقوام اللي هم العرب مثلا الثقافة العربية غيرين من الاقوام لا مش ممكن يساوهم ابدا ما فيش الاسلام ده يصبح ثقافة ايه ان احنا بنفرض العرب الثقافة العربية الاسلام كثقافة عربية بنفرضه على غيرنا هل ده صحيح احنا كمسلمين بنؤمن بكده ولا بنؤمن ان الاسلام هذا دين فوق الثقافات وفوق الاعراق وفوق الالوان والاجناس وفوق كل شيء احنا بنؤمن بان الاسلام دين فوق الاعراق فوق الالوان فوق الاجناس الاسلام مش بتاع حد الإسلام بتاع كل إنسان كل بني آدم تمام؟ هم بقى الفكرة بتاعتهم لا حتى المسيحية هي بتاعت العرق الأبيض دي ثقافة بتاعت العرق الأبيض فدي هم مش مؤمنين أنتم أنتم ممكن في يوم اليوم تجتمعوا ما بينكم الإسلام للإنس والجن دي احنا بنتكلم على حتى الدين عابر للحدود بتاعت اللي هو إيه البشرية نفسها هتلاقي الأمر في أمريكا واليمين الأمريكي أحيانا كثير من دعاة الاحترام الثقافة الثقافة العربية هو بيحتقرها جدا ولا يرضى أن يجمعك أنت وهو حاجة واحدة هو شايف أن حتى ودخلت المسيحية وشايف أن المسيحيين غير السود مثلا لا دول لا يمثلون المسيحية أساسا فعنده مشكلة معاه فهو يقول لك أنتو ثقافة سوداء يعني خليكم كده مع نفسيكم محترمين جدا ويردتا نعزله كثقافة سوداء نحترمها ونعززها عشان كده هتلاقي أن حصل في الستينيات في وقت من الأوقات حصل توافق ما بين دول ودول واللسه حنيجي حالا للقومية السوداء أو الحاجة وأمة الإسلام أخدت أفكار زي معاهدات اليهود والمؤامرة اليهودية أخدتها في وقت من الأوقات صراحة كان فيه وقدها من اليمين الأمريكي من اليمين الأبيض عن المؤامرة اليهودية المعمولة والأعراق اللي مش عارفين خدوها منها يعني فيه صلة واضحة ما بين الاتنين كانت حصلة في الخمسينيات والستينيات من التاتينيات من إليا محمد اللي احنا نتكلم عنه حالا كان من التاتينيات فيه تأثر واضح لكن كان فيه حاجات في الخمسينيات كان فيه تعاون حصل في أو تفاهم ما بينهم في هذا الأمر برغم أن المفروض يبقى فيه عداء تمام لكن حصل فيه تفاهم أو أخذوا مفاهيم بدأت تبقى مشتركة ومن أمة جماعة أمة الإسلام ويعتبر أن هم اللي دخلوا الأفكار دي للعالم الإسلامي أن أمريكا المؤامرة الماسونية العالمية والحاجات دي كلها أن هم كان أو حتى لو كانت موجودة قبل كاله في العالم الإسلامي ازدادت صعوضا في العالم الإسلامي في الوقت دا فيه أيها فيه فرع من اليمين الجود كريسيان دا اللي هو اللي بيؤمن أن أمريكا بلد يهودية مسيحية دا فرع بس مش هو دا سائد في اليمين الأمريكي اليمين الأمريكي فيه توجهات متصادمة مع بعضها في بعض الحالات فيه توجهات أحيانا بتكون متصادمة جدا مع بعضها اليمين الأمريكي مثلا في التمينات حتلاقي مع بوسك ومتعد السوحيات معينة بيتكلموا فيه حاجات تانية بتتكلم على معادات الرأسمالية وإن إحنا الموقف الثالث المعادين للرأسمالية ومعادين لليسار وإحنا ورسة اليسار إحنا اللي حنكمل نضال اليسار بعدما اليسار دا غرف دا معرفش يقف قدام الرأسمالية لا إحنا اللي حنوقف ضد الرأسمالية لأن دي أداة في أيدي اليهود والصهاينة بيقودوا بيها أمريكي زي ما قلنا كانوا بيسموا أمريكا حكومة الاحتلال الصهيون فحطة حاليا فيه محاولة يعني بيكلمون فيه محاولات بفقايده لإعادة تنظيم دا للوجود طيب لازك محاولات ضعيفة يعني هو بيقول لك إلى الآن محاولات ضعيفة جدا وخلاص بقى يعني ريتشارد باطلر غرف 60 دهية في 2004 ومات ومنظمة تشتتت وطلعت حاجات تانية اليمين البديل والألترايت والنيو نازي بأشكال أخرى ويعتبروا أن فيه أشكال جديدة يعني كم اليمين الأشكال القديمة أو الاريان نيشنز اتضربت خلاص هي إنما الأفكار بتاعت الهوية المسيحية اللي زيت موجودة مقابل الهوية المسيحية بقى هتلاقي تضبط ما يسمى اللهوت الأسود ده المسلمين السود هم اللي عمليهم زي ما نظهورهم كحركة ده من التهاتينيات ونمت بقوة بعد انضمام مالكو المي إكس فكانت الاربعينة وخمسيات كان فيه صعود كبير جدا لها الإيمان بتاعهم كان فيه واحد اسمه ولس بارد سمى نفسه ولس بارد محمد ده كان مؤسس وكان بيدعو للإسلام بس صورة أخرى صورة معينة من الإسلام هنشرحها حاليا وهم بيؤمنوا أي إليا محمد ده بدأ يكلمهم أن ولس بارد ده هو أنشأ أمة الإسلام ونشر الإسلام هو هو الله نفسه هو الله متجسد تمام و إليا محمد حيكون هو رسول الله تمام وغادر عشان برضو ما نتهمش ملكم إكس كان موجود فيها ملكم إكس وابن إليا محمد نفسه غادروا هذا التنظيم قبل ما يموته ومشوا من التنظيم وراحوا وتعرفوا على الإسلام السني وعلى أهل السنة فملكم إكس وكان لما رجع قال لهم ما ينفعش حاجة يسمع تجسد الله وإحنا الناس قالونا محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء فإحنا مش مؤمنين بكامدة وطلعوا واسابوا إليا محمد وأمة الإسلام تركوها وغادروها فبرضو ملكم إكس بريء صحح المعتقد في نهاية عمري تمام طيب هم المختصر الإيمان نرجع بقى المختصر الإيمان هم شايفين شعب الله المختار مين هو بحسب التوراة لا هو يقول لك شعب المختار بحسب التوراة هم السود بيسندوا نصوص توراتية اللي هي النصوص اللي جات في عن بني إسرائيل اللي بيمروا كانوا بيمروا في نصوص توراتية أن الرب قال يا بني إسرائيل أنهم ستستعبدون طوال مش عارف قد إيه وأنكم ستذهبون إلى أرض غريبة اللي بتفصل على أنها بني إسرائيل واللي حصل لهم في مصر قبل ما يخرجوا منها تمام الناحية التانية هو بيقول لك لا كام ده الحاجات الموجودة في التوراة دي مش لا تنطبق على المسيحيين على البنو إسرائيل إنما تنطبق علينا إحنا كسود جينا فعلا من أرض واستعبدنا في أرض غريبة وهي أمريكا وتركنا أرضنا أو جيرنا من أرضنا وانفصلنا عن ثقافتنا غصب عننا وجينا فكامل التوراة دي بتتكلم والرب يتحدث لا عن اليهود إنما إحنا بيتكلم علينا إحنا فإحنا شعب الله المختار اللي هما السود الأفريقان أمريكان السود الأمريكان الأفريقان الأفريقان الأمريكان طيب لما بيجي يقول لك لا في حاجة أكتر كمان لازم تعرفوها الرجل الأسود هو الآدم الأصلي آدم الأصلي كان أسود ومنه جات بقى العراق الأسود طبعا هنا بيساده طبعا لأفكار دخلوا مزجوا حاجات إسلامية عن أن آدم جاءت منه باقي الألوان وكده فيقول لك إن آدم الأصلي هو ده الرجل الأصلي هو ده الأسود هو الرجل الأصلي وهم سكان الأصليين وشعب الله المختار فعلا كانوا السود لكن الرجل الأبيض طب العرق الأبيض ده جاء إيه بيقول لك لا ده عرق مصنوع كان فيه رجل أسود اسمه يعقوب استغلم تكنولوجيا عمل بالتكنولوجيا دي طلع عرق شرير وابن شيطان صاحب عيون زرقة وبتاعه هو العرق الأبيض وهذا العرق الشيطاني الجنس الأبيض اللي حيحكم الشعب الأسود الأصلي أو اللي هو الشعب المختار طبعا طيب ده حيحكموا لمدة 6,000 سنة حيفرق ما بينهم بالحيل والخداع ويقلبهم على بعضهم البعض لغاية لما حتنتقل 6,000 سنة دول حيكون الشعب الأسود الأصلي شعب الله المختار اتعلم يقف قدام هذا الرجل العرق الأبيض عشان يقضي عليه ويملك الأرض مرة أخرى هذا العرق الأسود طبعا يعني واضح جدا كل حاجة واضحة مش محتاج أن أتكلم وفصل في هذا الأمر هلي أحمد ده هلك في السبعينيات وابنه حاول يخلي التنظيم يتحول إلى جماعة إسلامية سنية ففيه واحد اسمه لويس فرخان على فكرة لويس فرخان أو فرخان ده كان مشهور هتلاقوا وشه كان بيطلع كتير بيطلع أحيانا يقعد يتكلم بحاجات إسلامية ويقعد يلبس ندارة كبيرة وليه يقعد يتكلم بفيديوهات فيها نقل المسيحية أحيانا وحاجات زي كده وفي وسط يقعد قدامه ألاف الناس هو ده لويس فرخان ده كان عايزي كان مش عاجبه إن المنظمة ابن إلي أحمد بعد عايزي حولها الجماعة إسلامية سنية فانفصل وعمل أمة الإسلام أخرى بتاعته هو بقى محافظة على أفكار عن كل البيت دول شارتين زرقاء العيون وناس شروا وإن إحنا بتاعتب طبعا لاحقا في التسعيات رسالة فرخان ده بدأت تعتادل شوية وقبل 11 سبتمبر أعلى عن نهاية التنافس ما بين المجموعتين أمة الإسلام بتاعته اللي هو بيعتبرها الأصلية وأمة الإسلام اللي هو انفصل عنها وحيبدأ ديانتات نفسهم محتيق 11 سبتمبر بقى هتحط كله تحت المراقبة وتحت بتاعهم منهم أمة الإسلام تمام طب المثال بتاعها بقى كحركية انفصالين السود الحركة الانفصالية السوداء دي لا تقتصر على أمة الإسلام لكن أمة الإسلام مكون رئيسي من مكوناتها يعني يعني فيه مسحيين وفيه غير مسحيين في هذه الانفصالية السوداء ده اللي بيعتنقوها كعقيدة الرسالة بتاعتها ان لازم السود ينفصل عن السود الأمريكيين ينفصل عن العراق الأخرى عشان يحفظوا عرقهم من الاختلاط العرق الأبيض للعراق الأخرى دي والهيمنة والسيادة بتاعتهم لأن هم مهيمنين عدديا فلازم يفصلوا الثقافة بتاعت السود ويميزوها عن العراق سواء البيضاء أو العراق بتاعتنا أو أي عراق هم عايزين يفصل العراق السوداء وتنفصل وتكون لوحدها وبالتالي هم بيدعو لمنع الزواج بين العراق شايفين دي كارثة ولازم نحافظ عن نقاء العرق الأسود والنقاء الثقافي الأسود وإن السود هم شعب الله المخترط حقيقي طبعا فاهمينها القصة بأحد تفسيرات تفسير بتاع اللي هو أمة الإسلام وإن اليهود دول أشرار عشان تواطئوا في تجارة الرقيق ومتهمين بكده وإن هم اليهود مسكين النظام العالمي وحاجات زي كده ويمكن من التصريحات المهمة اللي تقات فيهم بيوم الأيام كان واحد من المساعدين في أمة الإسلام كان ويدعو الانفصلية السوداء كان بيدعو في يوم من الأيام عشان أن الحل في جنو أفريقيا أن يتم زبحوا كل البيض يتضبحوا كلهم فراخان قال لا نحن متفققين مع ما هذا يحصل بس العبارة قاسية شوية طبعا كنت ممكن أبرز مثال وأقوى يمكن حركة في تاريخ التعوى Black Panther Organization Movement حركة الفهد الأسود دي بس أنا مش هضرب بها مثلا لأنها مؤدلجة يسارية بصورة واضحة لكن فيها تأثير كبير في هذا الأمر أمة الإسلام كانت تدعو لزبح البيض وإبادة البيض نفس الأفكار مقلوب يعني بس اعتدلت يعني بدأت معتدلة في الكام ويقول لك لا نكام على البيض الأشرار أنت شرير هو مؤمن أن العرق نفسه شرير فهو يجبوه يستعبط كان يعود يستعبط يقول لك أنت بتدعو لإبادة أنا بدعو أنت راجل طيب أنت أبيض طيب نحن ندعو لإبادة الأشرار من البيض والتاع وهو مؤمن أن العرق الأبيض كان فيه عرق يتعامل بالتكنولوجيا عشان يعوث 6000 سنة يحكم بالشر عشان يتعلم الأدب العرق الأسود عشان لن يحكم فهو مؤمن أنت شرير فعلا لمجرد كونك أبيض وعليك زرق أنت شرير أنت مجرد بس هو ما يقدر يقول لك ويقول لك نعم كان على أشرار بس الطاقية في أمريكا الطاقية في أمريكا جزء رئيسي من الخطابات الخطابات العامة أنت لازم تروح تدور قوي في الناس ما بينهم وبين بعض بيقولوا والأصول الفكرية بتاعتهم عشان تفهم الناس بتعتقد لكن لو أنت اعتقدت جوردن بيترسون والكام ده أن هذا الرجل حيجي يطلع يقول لك أنا شايفكم أنتم أبناء الشيطان وأن أنا رجل عهوية مسيحية أو عندي أفكار بالحاجات دي كلها لا مش مستحيل هيعمل هي لك خاصة هم عندهم أنه كل ما ياخد يحالف مع يهود أصلا يتحالف مع جلد ووتر أصلا فأنت بتتكلم على حتة هم عندهم برضو برجماتية كبيرة أحيانا بيعملوها لما خاصة بيبقى عنده صوت عالي وينتشر بيبقى فرحلين جدا أننا أبدأ أخفض شوية من العنف الخطابي بتاعي لكن إيماني كما هو على نفس الأمر فضي المثالين اللي احنا اتكلمنا عنه من النهاردة بتنتهي كده الحلقة وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أخرى حنشوف بقى هل نعرض مزيد من حلقات على اليمين الأمريكي لكن قد يكون استوفينا تقريبا يعني أهم الحاجات على مدار السنينتين دول أهم العلامات في اليمين الأمريكي لازل في علامات مهمة بصراحة كتير قوي قوي نحاول إن شاء الله نعرضها في مرات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته